اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا طبعا كايزعة وتلفزيون شمال الصعيد خنات الصعيد بنقدم دايما الدعم والمشهورة لطلبة قسم اعلام لان ده دورنا دورنا مش 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 خناتنا بس احنا دورنا بيتعدى المرحلة ديت لان دول اخواتنا الصغيرين وهم اللي يشلونا بعد كده فكان واجبنا طبعا ان احنا نقف مع قسم الاعلام التعليم المفتوح وكلية اداب جامعة المينيا الحمد لله رب العالمين خلال 8 شهور اللي عادت ديت قدمنا لهم اللي نقدر عليه وزي ما حضرتك شفت النتيجة الحمد لله رب العالمين الطلبة بقى متفوقين جدا ومتوقع ان هم ان شاء الله هم اللي يشلونا في المستقبل بإذن الله انت قلت كلمة مهمة جدا رننا في دماغ كل الموجدين حتى هذه اللحظة قلت لهم انا بقى لنا 20 سنة احنا شغالين ورغم ذلك انا تعلمت من الاولاد والله بس امين انت طبعا مش هنزكيك للجمهور انت كمزيع متميز عارف ان الاعلام بتاعنا مش هنوصله لحدود نهائي ابدا انت تفضل في المجال ده لحد ما نطلع معاش ان شاء الله لو كان لنا عمر هنفضل نتعلم الاعلام الشاطر سواء كان مخرج او مزيع او معد او اي وظيفة من مجال الاعلام لازم يستفيد من خبرات الاخرين حتى لو كانت فكرة صغيرة كده زي معلمنا اسد زيتنا الله يرحمه والسد نبيل عاشم ان لو فكرة صغيرة انت متهيئة لك ان فكرة تفهة جدا الفكرة ده هي اللي ممكن تدرب وطبق معك كويس هم الطلبة كده كانوا بيدوا افكار على سجيتهم احنا كنا بنبلورها بخبرتنا كانت بتطبع حاجة كويسة جدا الحمد لله خالد نوردين عاشم الكاميرا بدون التصوير يعني الشغل في التلفزيون اصعب ولا الشغل في البرامج اسعب في التلفزيون اه او عموما الميديا عموما كل الميديا ما اعتمد على حاجة واحدة بس الفكرة اه اذا كانت عندي فكرة كويسة واتبنيت الفكرة وشفتها من كل الجوانب يعني مثلا القصد كامل كعمل اذا كان مصور جيد وكويس يعرف يصيغي الفكرة اللي كتبها السيناريو والمخرج وكون معاه يوجهوا يديروا الوردر بتاعه صحة وكويس الفكرة في الاخر بتطلع عليها مضمون لها شكل الناس بتحس بيه اكتر فيلم عاجبك من الافلام الموجودة او فازلت فيه مجهود فبصراحة فيلم اوتوبيس الحياة لانه حاسس ان فعلا لمس الواقع يعني مش جاي بحاجة فكرة من الخيال وبينسجها لا حاجة من الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي كمان ولياتك هيا خالت للأولاد او سؤال مع الاخر هل الأولاد ديت بيبشر بالخير مستقبلهم فيهم امكانية كويسة جدا وفيهم مواهب والدكاترة اصلا في كلية اعلام يعني مساعدينهم كويس وبيدونهم الخبرة في النظري واحنا بنحاول برضو في الجانب العامل ان احنا نتفيدهم اخر شكرا لك سعيدة ربنا خليل صديق اسماعيل ابو بكر عشق الكاميرا اسماعيل يعني كنت لسه مشهرين تقريبا كنت لسه راجع من الدنمارك وجيت على مشاريع طلبة بيعملوا يعني الحاجة يعني في البداية لسه مش عايزين نعقد مقارنة لكن عايزين نعرف الاولاد دولت يعني تفكيرهم وصل لغاية فين والمستقبل بيبشر بالخير بالنسبة لهم ولا لا هو التجربة اللي مع الاولاد دي كانت تجربة جميلة جدا بس اكتشفت ان هو الجيل الجديد ده عنده رؤية جديدة بيبص المواضية برؤية مختلفة عن الناس العادية المفروض طبعا الاعلام يكون عنده رؤية صبقة في ان هو يعبر عن مجتمعه وعن نفسه ويببى مبدع بباركلك برضو اسماعيل على اخر حاجة حاجة تبع جامعة الدول العربية خليه تقول انت الجمهور يعني شرفلي ان انا امين مساعد الشعبة المبدعين العرب بتبع اتحاد المنتجين العرب اللي بتبع الجامعة العربية انا امين مساعد الشعبة التلفزيون ودي شعبة كبيرة بتضم يعني كوكبة كبيرة من الاعلاميين وهي تعتبر شركة دينداك ضخمة بتصرف عليها الجامعة العربية اكتر مشروع تخرج عجبك النهاردة يعني مشروعة تويسي الحياة كان مشروعة لزيزة وفكرة جديدة اسماعيل بتمنى لك التوفيق وانا سعيد انكم بتمدوا يد العون لشباب هم هيبقوا الصف التاني ليلة الحمد لله يعني احنا بنحاول نعمل اللي تعمل